اشتركوا في القناة ومن المقرران يتم افتتاح ميدان الشوزان في اليوم الختامية وتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من بين الفرق المشاركة تقام في السابعة والنصف من مساء اليوم المباراة النهائية الثانية ضمن مواجهة نهائي دورزين البحرين لكرة السلة والتي تجمع الأهل والمنامة على صلة اتحاد كرة السلة في أم الحصم الأهلية تطلع إلى فوز ثاني بعد الأول الذي حققه قبل أيام في الوقت الذي يصع فيه المنامة لقيادة مدارب الجديد الصبي ترمان إلى تعويض الخسارة والعودة للمنافسة من جديد تمكن فريق الرفاع الشرقي من تحقيق الفوز على نظر الرفاع بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على الساد البحرين الوطنية ضمن منافسة الجولة الـ 16 من دورية درجة لولا البحرين لكرة القدم أهدفه الرفاع الشرقي جاءت عبر كل من سامي الحسيني واللعب عبدالله يوسف بهذا الفوز رفع فريق الرفاع الشرقي رصيده إلى 22 نقطة وضعته في المركز الثالثة رفقة فريق الرفاع في المقابل سيطر التعدل السلبي على مباراته النادي الاهلي ونظيره فريق المنامة بهذا التعدل رفع فريق النادي الاهلي رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع لما وصل فريق المنامة للنقطة الثانية عشر في المركز الأخير على سلمي الترتيب للدور المحلية تعالى عماد زعترا العيار التقيل الآن محاولة الآن التغيير الآن ممكنة تسديده من بربوزا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر